اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أكتب إلى جلالتكم معبرين عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة تشريف جلالتكم حفل مراسم افتتاح دهور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب وبما يعكس ما تنونه جلالتكم حفظه الله من حرص على مواصلة دعم وتعزيز دور السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية في وطننا الغالي وإننا لنود في هذا الصدد أن نشيد بالكلمة السامية التي ألقيتموها جلالتكم بهذه المناسبة والتي حددتم فيها منطلقات العمل الوطني استكمالا وتواصلا لسعي جلالتكم في الارتقاء بالانجازات التنموية الشاملة لمختلف قطاعات العمل الوطني نحو مستقبل مشرق واعد بكل الخيرات كما ويطيب لنا يا صاحب الجلالة التأكيد على بالغة زازنا وتشرفنا بتحمل مسؤولية العمل على تنفيذ وتحقيق رؤاكم الحكيمة وطموحاتكم الكبيرة والتي تهدف إلى رفع مستوى المعاشي ورفاه المواطن وتحقيق المزيد من التقدم والنماء لبلدنا العزيز دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العام العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز والتقدير تلقينا برقية سموكم الكريم لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى لقد كانت هذه المناسبة الوطنية الهامة فرصة للسعراض رؤيتنا إلى المستقبل ونحن نواجه بكل الثقة متطلبات هذه الرؤية وآفاقها لنحقق إن شاء الله لشعبنا الكريم المزيد من تطلعاته وطموحاته في مواصلة التجربة النيابية الأصيلة بحيث تعمق هذه التجربة متكاملة صحيحة المبادئ والممارسات والتصبح ديمقراطيتنا ذات تقاليد راسخة تزيدنا ثقة في تحقيق كل ما نصب إليه كل ما يصب إليه شعبنا العزيز من تلاحم بناء بين سلطاته لنهوض بكل عمل مثبر ولبلغ أعلى مراتب النجاح بإذن الله إننا يا صاحب السمو نقدر دوركم الأصيل في بناء نهضة مملكتنا وتحقيق أمال شعبنا ونسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية لتواصلوا سموكم إنجازاتكم التاريخية في مسيرة شعبنا الخيرة والله يحفظكم ويرعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى وفيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب الذي ياتي مواصلة للمسيرة الوطنية الشاملة التي يسهم فيها أبناء الوطن بجهودهم المخلصة وانتهز هذه الفرصة بأن أشيد بمضامين خطاب جلالتكم السامي الذي أكد على السمرار مسيرة التنمية والبناء في مملكة البحرين وما تضمنته من تقدير عال لجهود أبناء مملكة البحرين وأسهامهم المخلص في دعم المسيرة المباركة والتأكيد على مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات على صعيد مسار العمل الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما يسرني أن أعرب لجلالتكم عن عظيم الفخر والاعتزاز لما قطعته مسيرة الوطن المباركة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم من خطوات كبيرة وهمة ساهمت في تعزيز مكتسبات الوطن ومواصلة تحقيق المزيد منها ليضاف إلى رصيد المنجزات الوطنية بما يلبي طموح الوطن وأبنائه المخلصين وفي الختام نجدد لجلالتكم في هذه المناسبة العهد على مواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم لوطننا الغالي بقيادة جلالتكم الحكيمة سائلنا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يديم على جلالتكم وفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يلينصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى إننا بهذه المناسبة نؤكد توجهنا إلى المستقبل بكل ثقة وعزيمة متطلعين إلى تحقيق آمال شعبنا في حياة نيابية ناجحة تسهم في تحقيق الأهداف العليا لشعبنا في التنمية والتقدم إننا نتطلع إلى تحقيق كل طموحات شعبنا من خلال المنجزات التي نجح شعبنا الوفي في تحقيقها والاستمرار في تطويرها من أجل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة ونقدر بكل الاعتزاز دور سموكم في بناء نهضة مملكتنا والاعتماد على شباب هذا الوطن في تكريس البناء والنمو والحياة الرغيدة حفظكم الله ورعاكم وبرك في جهودكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى هذا نصها صاحب السمو الملكي العام العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبركات في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بفصل جديد في مسيرتنا الديمقراطية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو يسعدني ومع افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع أن أشيد بإسهام سموكم وجهودكم المخلصة في تعزيز المسيرة المباركة من خلال مواصلة العمل على رفض هذه المسيرة التي يقود خطاها نحو المزيد من النماء والزهارة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكما أود كذلك أن أشيد بحرص سموكم على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يخدم الوطن والمواطن وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات سأيلنا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يدهم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي وليلعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله وليلعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بمزيد من التقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب والذي يقيم برعاية سامية وتشريف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبما يؤكد ما يحرص عليه جلالتكم من دعم وتعزيز لدور السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية في البلاد وانه لا يسرنا في هذا الصدد ان نعرب عن خالص شكرنا على ما عبرتم به وعنه نحونا من كريم المشاعر وكذلك عن بالغ تقديرنا لما تواصلون بذله من جهود طيبة أسامئ منها وفيهما نسعى اليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبنالدنا الغالي دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء